والعودة إلى الله عز وجل حتى لا نخسر كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنت محتاج إلى الله فينسيك الله عز وجل ما يكون لك من حقوق في هذه الدنيا نسيت الله عز وجل التفت إلى دنياك التفت إلى ما عند الناس التفت إلى ما تراه من من حولك يقول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فتنة إيش معناتها أن فتنة هذا غني وهذا فقير هذا أسمر وهذا أبيض هذا طويل وهذا قصير أتصبرون وكان ربك بصيرا أي إن العبد لا يلتفت إلى ما عند الناس بل يحمد الله على حاله ما دام هو يعيش بنعم من عند الله عز وجل وهذه ربما كلمات أسأل الله أكون ممن استفاد منها واستفيد منها لعلنا نصل إلى مرضات الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عبادتي فنسأل الله أن يتقبل منها توبتنا وأن يجمعنا وإياكم بما سمعنا بهذه القصص بأن نتوب إلى الله ونستغفر حتى ننال رضوان الله عز وجل بارك الله لي ولكم فنسأل الله أن ينفعنا وأقول قولي هذا بارك الله فيكم بارك الله ونستغفر حتى ننال رضوان الله ونستغفر حتى ننال رضوان الله عز وجل شكرا لكم شكرا